السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا بنات عاملين ايه النهاردة ان شاء الله هنعمل مربة فراولة ومربة جذر ومعي 2 كيلو فراولة ومعي 2 كيلو ونص جذر ومعي قرنفل ومعي لمون خليكم معي بقى خطوة بخطوة دول الفراولة دي انا غسلاها و سايبها تنشف تمام كويس يعني سايبها تنشف كويس مفهاش مية خالص عشان لو حطتيه على النار بالمية لو فيها مية يعني لو غسلتها وحطتها على النار حتكرمل معيك زي زي السكر المكرمل وحتمرر معيك تمام فلازم تنشف عشان هي تنزل المية بتاعتها منها فيها هحط عليهم كباتين او مجين سكر مية عادي نص كيلو سكر فححطهم بقى كده عليها ومش هقلبها ولا اي حاجة وحطها على النار زي ما هي كده على نار هدية مش نار عالية على نار هدية وكل شوية هبص عليها لان الفراولة ما بتاخدش وقت في عميلها يعني في المربة بالذات الجزر هياخد مني وقت انما الفراولة لا هنا هسيبها على النار كده وهغطي وحسيبها بقى براحط معي 2 كيلو ونص جزر هحط عليهم مجين ونص سكر تمام كده هاخد معي سوى يعني اي جزر على فكرة الجزر بياخد سوى لو مش عايز اياخد سوى كتير ممكن تبشريه تمام ممكن تبشريه بمبشر هحط كوبايتين ونص سكر تمام وسكره كده تلع مظبوط جدا وبجد مربة الجزر تلع تحفة جدا تلع طعمها تحفة جدا بس خليكم عاشين معي خطوة بخطوة يعني عشان ايه اقول لكم التكات بتاعتي اهي الكوبايت تانية وهحط نص كمان وبرضو هغطيها واسيبها على نار هادية براحتها جدا والمربة بالذات عايزة تولد بال لاني عشان خاطر لو علتي النار عليها ممكن تتحرق وما يكرملش يعني السكر ما يساحش بالهداوة ويكرمل معك ويتحرق ويبقى طعمها في مرارة كده ومش حالو تمام هغطيه واسيبه برضو على نار هادية هنا الفراولة تقريبا خدت مني تلت ساعة على النار تمام بصوا هنا كرنت خلاص ههرسها بعشان انا عايزها فيها كده فانا ههرسها كده بهرسة بطاطس عندك هند بلندر مفيش مشكلة بس انا عايزها فيها كده فههرسها بهرسة البطاطس دي تمام اهو هكمل بقى معاك وهرسها وحورها لكم بقى في الاخر بصوا كده خلاص بصوا بجد تلعي التحفة جدا جدا وخصوصا كمال لمحطيتها في التلاجة حسيبها بقى تهدى خالص على النار هي كده خالص انا طفيت عليها وهرستها وحسيبها بقى تهدى خالص وتبرد عشان نحفظها لازم نحط عليها نص لامونة عشان تحفظيها تقعد معاكي وقت يعني شوية في التلاجة حطي عليها نص لامونة بصوا هنا كان الجذر ايه نز الميته بقى مع السكر على نار هدية كل ده معلش سريع عشان البخار بصوا لسه انا بورهه لسه لسه يعني لسه مستويش فحسيبه بقى خالص ياخد راحته خالص خد معايا وقت بس انا كل شوية افتح عليه وارجع تاني اشوفه واسيبه تاني تمام هنا بقى كان خلاص اهو هنا بقى هحطه في الخلاط او او لازم كبه يعني لو كبه افضل او زي اللي انا بعمل فيها دي او لو موجود عندك هند بلندر فحيكون افضل و افضل يعني تمام حضربه بقى كده فيها تمام اهو حضربه بقى كده كله تمام في الخلاط وهرجعه تاني على النار بس مش هرجعه ان انا حسيبه يعني يعني وقت طويل او كده لا تمام انا حسيبه شوية على النار كده خلاص كنت ضربته حضربه كمان ضربة وحسيبه بقى عشان لسه فيه كتا تمام حضربه بقى كمان ضربة كده وبعدين هرجعه في الحلة تاني على النار وهحط معاه بقى فصين قرنفل بجد بيدي طعم وريحة حلوة جدا جدا وهحط عليه نص لامونة وحسيبها دقيقتين بالظبط دقيقتين مش هكتر عشان خاطر ما تتحرقش مني بصوا خمس فصوص بقى اربع فصوص حسب ما انتي حسب الرغبة يعني بجد بيدي طعم وريحة حلوة جدا وكان طعمها حلوة جدا وسكرها مظبوط بصوا بصوا كوامها عامل ازاي هي تقيلة شوية هي بتبقى كده تمام ومربة المشمش برضو هعملها معاكو وهعمل التين برضو بصوا انا عايزها فيها كتعة بصوا كانت هنا كتهدت بصوا بقى كوامها ولما بتتحط في التلاجة بتبقى أحلى وأحلى تمام يعني انت لو عايزة تكلي منها تكلي منها تاني يوم او تعمليها بدري وتحطيها في التلاجة هتكليها بجده هيبقى طعمها حلوة جدا وخفيفة جدا وسكرها حلوة جدا وأحلى من برا برا بيحطوا عليها مواد حافظة منعرفش مصدرها ايه وبيحطوا عليها حاجات كده غريبة يعني ما بتبقاش حتى طعمها حلو تمام ودي مربة الجزر بقى بصوا جماعة جربوها مربة الجزر حلوة جدا جدا يعني انا ما كنتش يعني اول مرة كنت اجربها عملتها وماما عملتها وجربت وكلتها عجبتني جدا فجربتها بقى اكتر من مرة تمام بصوا عملت كمية معي قد ايه العلبة دي كبيرة على فكرة علبة البلاستيك دي كبيرة تمام والعلب دي طبعا بقى انا حطيتها في علب صغيرة عشان خاطر لما نستخدمها نستخدم مثلا علبة علبة ما نبقاش مثلا في العلب الكبيرة ولو عجبكم الفيديو ما تنسناش في لايك وشير وسبسكرايب ولو عجبتكم وصفتي جربوها وياريت تقولولي في التعليقات رأيكم ايه وان شاء الله قابلكم في وصفة جديدة او باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة